تستعد مصر لإستضافة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018 في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر من العام القادم بالتعاون مع مؤسسة كلاريون للدفاع والأمن وذلك للمرة الأولى في مصر وفي أفريقيا خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز المصري للمؤتمرات والمعارض أعلنت القوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي عن استضافة مصر للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018 خلال الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر من العام القادم ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وزير الانتاج الحربي لواء محمد العصار وأكد خلالها على اهتمام القيادة السياسية بالمعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض الدولية المماثلة داعيا كافة الدول المشاركة في هذا الحدث نظرا للإمكان للمكانة الإقليمية للجيش المصري فقد تقرر تنظيم المعرض والمؤتمر الدولي للسلاح في مصر وسيتيح هذا الحدث العظيم الفرصة لعرض المنتجات العسكرية المصرية وكذلك المنتجات الصناعية العسكرية العالمية في هذا السياق قال رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة لواء أركان حرب طارق سعد زغلول إن المعرض نقلة نوعية متميزة لدول هذه المنطقة لما سيقدمهم المعلومات للمشاركين حول تطورات في تكنولوجيا التسليح العالمي والتصنيع العسكري ونتيجة لسياسة تنوع مصادر السلاح التي تندهج مصر فإن المعرض سيضم أكبر مجموعة من المنتجات العسكرية والصناعات لكبرى الشركات العالمية والإقليمية لتقديم كل ما هو جديد في مجال نظم التسليح بمختلف قطاعاته ويعزز العلاقات بين الأصدقاء والأشقاء المشتركين بالمعرض المعرض هو الأول من نوعه في مصر والقارة الإفريقية وينظم بالتعاون مع مؤسسة كلاريون العالمية والتي تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية في العالم وخلال كلمته قدم تيم بورتر مدير مؤسسة كلاريون عرضا لما سيقدمه المعرض من فرص للمشاركين وأبرز ما سيتم عرضه من الصناعات الدفاعية يسعدنا أن تتم إقامة هذا الحدث تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يعكس الأهمية الكبرى لهذا المعرض والمؤتمر للقوات المسلحة ومصر ونحن نثمن هذا المستوى من الدعم سيتم إقامة هذا المعرض في هذا المكان الجديد المثير للإعجاب لأن إقامة المعرض في مثل هذه الأماكن يساعد على كونها أداة محركة ليست للصناعات العسكرية فقط ولكن لكل قطاعات الصناعات الأخرى وأن استضافة مصر لحدث كبير على هذا المستوى العالمي سيكون ذو فائدة عظيمة ليس فقط للمعرض في حد ذاته ولكن للقطاعات الصناعية الأخرى من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 300 جهة عرض من صناع أنظمة الدفاع وحضور أكثر من 10 ألاف زائر على مدار ثلاثة أيام كما يتضمن المعرض مؤتمرات ومحاضرات لكبار الشخصيات العسكرية المشاركة في المعرض